في ظل عمليات الاختتال المتكررة بين الفصائل المسلحة في الغرب الليبي والتقارير عن ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين وانتشار حالة الفوضى والفلتان الامني هناك اعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها التوصل لاتفاق يقضي باخلاء العاصمة طرابلس من تلك الفصائل وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قال خلال مؤتمر صحفي ان مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر اسفرت عن التوصل لاتفاق يتضمن اخلاء العاصمة طرابلس بالكامل من الفصائل المسلحة في شهر نيسان ابريل المقبل حيث ستعود تلك الفصائل الى مقراتها خارج العاصمة وتبقى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي وينص الاتفاق ايضا بحسب وزير الداخلية الليبي على انه بعد الانتهاء من اخراج الفصائل من العاصمة طرابلس سيتم اخلاء كافة مدن البلاد من المظاهر والتشكيلات العسكرية وفي اعقاب اعلان وزير الداخلية الليبي شكك محللون بامكانية تطبيق الاتفاق او التزام الفصائل المسلحة به على اعتبار انها تمتلك السطوة في الغرب الليبي ولا تستطيع السلطات هناك اخضاعها لتنفيذ اي قرارات او اوامر كما انها تتصارى على النفوذ خاصة بالعاصمة طرابلس بشكل يجعل من اخراجها من هناك امرا بالغ الصعوبة يذكر ان الاتفاق يأتي بعد ايام قليل من مقتل عشرة اشخاص بينهم عناصر من فصائل مسلحة في بلدية ابو سليم بالعاصمة طرابلس حيث رجحت مصادر ليبيا ان تكون الحادثة جزءا من عمليات تصفية حسابات بين الفصائل نتيجة صراع على النفوذ والمصالح المادية ترجمة نانسي قنقر